دستور المملكة المغربية تصدير إن المملكة المغربية وفاء لاختيارها الذي لا رجعت فيه في بناء دولة ديمقراطية يسودها الحق والقانون تواصل إقامة مؤسسات دولة حديثة مرتكزاتها المشاركة والتعددية والحكام الجيدة وإرساء دعائم مجتمع متضامن يتمتع فيه الجميع بالأمن والحرية والكرام والمساواة وتكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية ومقومات العيش الكريم في نطاق التلازم بين حقوق وواجبات المواطنة المملكة المغربية دولة إسلامية ذات سيادة كاملة متشبتة بوحدتها الوطنية والترابية وبصيانة تلاحم مقومات هويتها الوطنية الموحدة بانصهار كل مكوناتها العربية الإسلامية والأمازيغية والصحراوية الحسانية والغنية بروافدها الإفريقية والأندلسية والعبرية والمتوسطية كما أن الهوية المغربية تتميز بتبوء الدين الإسلامي مكانة الصدارة فيها وذلك في ظل تشبث الشعب المغربي بقيم الانفتاح والاعتدال والتسامح والحوار والتفاهم المتبادل بين الثقافات والحضارة الإنسانية جمعا وإدراكا منها لضرورة إدراج عملها في إطار المنظمات الدولية فإن المملكة المغربية العضو العامل النشيط في هذه المنظمات تتعاهد بالتزام ما تقتضيه مواثيقها من مبادئ وحقوق وواجبات وتؤكد تشبثها بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا كما تؤكد عزمها على مواصلة العمل للمحافظة على السلام والأمن في العالم وتأسيسها على هذه القيم والمبادئ الثابتة وعلى إرادتها القوية في ترصيخ روابط الإخاء والصداقة والتعاون والتضامن والشراكة البناء وتحقيق التقدم المشترك فإن المملكة المغربية الدولة الموحدة ذات السيادة الكاملة المنتمية إلى المغرب الكبير تؤكد وتلتزم بما يلي العمل على بناء الاتحاد المغاربي كخيار استراتيجي تعميق أواصل الانتماء إلى الأمة العربية والإسلامية وتوطيض وشائج الأخوة والتضامن مع شعوبها الشقيقة تقوية علاقات التعاون والتضامن مع الشعوب والبلدان الإفريقية ولا سيما مع بلدان الساحل والصحراء تعزيز روابط التعاون والتقارب والشراكة مع بلدان الجوار الأورو متوسطي توسيع وتنويع علاقات الصداقة والمبادلات الإنسانية والاقتصادية والعلمية والتقنية والثقافية مع كل بلدان العالم تقوية التعاون جنوب جنوب حماية منظومتي حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني والنهوض بهما والإسهام في تطويرهما مع مراعاة الطابع الكوني لتلك الحقوق وعدم قابليتها للتجزيع حضر ومكافحة كل أشكال التبييز بسبب الجنس أو اللون أو المعتقد أو التقافة أو الانتماء الاجتماعي أو الجهوي أو اللغة أو الإعاقة أو أي وضع شخصي مهما كان جعلوا الاتفاقيات الدولية كما صادق عليها المغرب وفي نطاق أحكام الدستور وقوانين المملكة وهويتها الوطنية الراصخة تسمو فور نشرها على التشريعات الوطنية والعمل على ملاءمة هذه التشريعات مع ما تتطلبه تلك المصادقة يشكل هذا التصدير جزءا لا يتجزأ من هذا الدستور الباب الأول أحكام عامة الفصل الأول نظام الحكم بالمغرب نظام ملكية دستورية ديمقراطية برلمانية واجتماعية يقوم النظام الدستوري للمملكة على أساس فصل السلطة وتوازنها وتعاونها والديمقراطية المواطنة والتشاركية وعلى مبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة تستند الأمة في حياتها العامة على توابط جامعة تتمثل في الدين الإسلامي السمح والوحدة الوطنية متعددة الروافد والملكية الدستورية والاختيار الديمقراطي التنظيم الترابي للمملكة تنظيم لا مركزي يقوم على الجهوية المتقدمة الفصل الثاني السيادة للأمة تمارسها مباشرة بالسفتاء وبصفة غير مباشرة بواسطة ممثليها تختار الأمة ممثليها في المؤسسات المنتخبة بالاقتراع الحر والنزيه والمنتظم الفصل الثالث الإسلام دين الدولة والدولة تضمن لكل واحد حرية ممارسة شؤونه الدينية الفصل الرابع علم المملكة هو اللواء الأحمر الذي تتوسطه نجمة الخضراء خماسية الفروع شعار المملكة الله الوطن الملك الفصل الخامس تظل العربية اللغة الرسمية للدولة وتعمل الدولة على حمايتها وتطويرها وتنمية استعمالها تعد الأمازيغية أيضا لغة رسمية للدولة باعتبارها رصيدا مشتركا لجميع المغاربة بدون استثناء يحدد قانون تنظبي مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالة الحياة العامة ذات الأولوية وذلك لكي تتمكن من القيام مستقبلا بوظيفتها بصفتها اللغة رسمية تعمل الدولة على صيانة الحسانية باعتبارها جزءا لا يتجزأ من الهوية الثقافية المغربية الموحدة وعلى حماية اللهجات والتعبيرات الثقافية المستعملة في المغرب وتصهر على انسجام السياسة اللغوية والثقافية الوطنية وعلى تعلم وإتقال اللغات الأجنبية الأكثر تداولا في العالم باعتبارها وسائل للتواصل والانخراط والتفاعل مع مجتمع المعرفة والانفتاح على مختلف الثقافات وعلى حضارة العصر يحدث مجلس وطني للغات والثقافة المغربية مهمته على وجه الخصوص حماية وتنمية اللغتين العربية والأمازيغية ومختلف التعبيرات الثقافية المغربية باعتبارها تراثا أصيلا وإبداعا معاصرا ويضم كل المؤسسات المعنية بهذه المجالات ويحدد قانون تنظمي صلاحياته وتركيبته وكيفيات سيره الفصل السادس القانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة والجميع أشخاصا ذاتيين أو اعتباريين بما فيهم السلطات العمومية متساوون أمامه ومرزمون بالانتثال له تعمل السلطات العمومية على توفير الظروف التي تمكن من تعميم الطابع الفعلي لحرية المواطنات والمواطنين والمساواة بينهم ومن مشاركتهم في الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية تعتبر دستورية القواعد القانونية وتراتبيتها ووجوب نصرها مبادئ ملزمة ليس للقانون أثر رجعي الفصل السابع تعمل الأحزاب السياسية على تأطير المواطنات والمواطنين وتكوينهم السياسي وتعزيز انخراطهم في الحياة الوطنية وفي تدبير الشأن العام وتساهم في التعبير عن إرادة الناخبين والمشاركة في ممارسة السلطة على أساس التعددية والتنوب بالوسائل الديمقراطية وفي نطاق المؤسسات الدستورية تؤسس الأحزاب وتمارس أنشطتها بحرية في نطاق احترام الدستور والقانون نظام الحزب الوحيد نظام غير مشروع لا يجوز أن تؤسس الأحزاب السياسية على أساس ديني أو لغوي أو عرقي أو جهوي وبصفة عامة على أي أساس من التمييز أو المخالفة لحقوق الإنسان ولا يجوز أن يكون هدفها المساس بالدين الإسلامي أو بالنظام الملكي أو المبادئ الدستورية أو الأسس الديمقراطية أو الوحدة الوطنية أو الترابية للمملكة يجب أن يكون تنظيم الأحزاب السياسية وتسييرها مطابقا للمبادئ الديمقراطية يحدد قانون تنظيمي في إطار المبادئ المشار إليها في هذا الفصل القواعد المتعلقة بصفة خاصة بتأسيس الأحزاب السياسية وأنشطتها ومعايير تخويلها الدعم المالي للدولة وكذا كيفيات مراقبة تمويلها الفصل الثامن تساهم المنظمات النقابية للأجراء والغرف المهنية والمنظمات المهنية للمشاغلين في الدفاع عن الحقوق والمصالح الاجتماعية والاقتصادية للفئات التي تمثلها وفي النفوض بها ويتم تأسيسها وممارسة أنشطتها بحرية في نطاق احترام الدستور والقانون يجب أن تكون هياكل هذه المنظمات وتسيرها مطابقة للمبادئ الديمقراطية تعمل السلطات العمومية على تشجيع المفاوضة الجماعية وعلى إبرام اتفاقيات الشغل الجماعية وفق الشروط التي ينص عليها القانون يحدد القانون بصفة خاصة القواعد المتعلقة بتأسيس المنظمات النقابية وأنشطتها وكذا معايير تخويلها الدعم المالي للدولة وكيفيات مراقبة تمويلها الفصل التاسع لا يمكن حل الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية أو توقيفها من لدن السلطات العمومية إلا بمقتضى مقرر قضائي الفصل العاشر يضمن الدستور للمعارضة البرلمانية مكان تخولها حقوقا من شأنها تمكينها من النهوض بمهامها على الوجه الأكمل في العمل البرلماني والحياة السياسية ويضمن الدستور بصفة خاصة للمعارضة الحقوق التالية حرية الرأي والتعبير والاجتماع حيزا زمنيا في وسائل الإعلام العمومية يتناسب مع تمثيليتها الاستفادة من التمويل العمومي وفق مقتضايا القانون المشاركة الفعلية في مسترة التشريع لا سيما عن طريق تسجيل مقترحات قوانين بجدول أعمال مجلسي البرلمان المشاركة الفعلية في مراقبة العمل الحكومي لا سيما عن طريق ملتمس الرقابة ومساءلة الحكومة والأسئلة الشفوية الموجهة للحكومة واللجان النيابية لتقص الحقائق المساهمة في اقتراح المترشحين وفي انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية تمثيلية ملائمة في الأنشطة الداخلية لمجلسي البرلمان رئاسة اللجنة المكلفة بالتشريع بمجلس النواب التوفر على وسائل ملائمة للنهوض بمهامها المؤسسية المساهمة الفاعلة في الدبلوماسية البرلمانية للدفاع عن القضايا العادلة للوطن ومصالحه الحيوية المساهمة في تأطير وتمثيل المواطنات والمواطنين من خلال الأحزاب المكونة لها طبقا لأحكام الفصل السابع من هذا الدستور ممارسة السلطة عن طريق التناوب الديمقراطي محليا وجهويا ووطنيا في نطاق أحكام الدستور يجب على فرق المعارضة المساهمة في العمل البرلماني بكيفية فعالة وبناءة تحديد كيفيات ممارسة فرق المعارضة لهذه الحقوق حسب الحالة بموجب قوانين تنظيمية أو قوانين أو بمقتضى النظام الداخلي لكل مجلس من مجلسي البرلمان الفصل الحاد عشر الانتخابات الحرة والنزيه والشفافة هي أساس مشروعية التمثيل الديمقراطي السلطات العمومية ملزمة بالحياد التام إزاء المرشحين وبعدم التمييز بينهم يحدد القانون القواعد التي تضمن الاستفادة على نحو منصف من وسائل الإعلام العمومية والممارسة الكاملة للحريات والحقوق الأساسية المرتبطة بالحملات الانتخابية وبعملية التصويت وتصر السلطات المختصة بتنظيم الانتخابات على تطبيقها يحدد القانون شروط وكيفية الملاحظة المستقلة والمحايدة لانتخابات طبقا للمعايير المتعارف عليها دوليا كل شخص خالف المقتضيات والقواعد المتعلقة بنزاهة وصدق وشفافية العمليات الانتخابية يعاقب على ذلك بمقتضى القانون تتخذ السلطات العمومية الوسائل الكفيلة بالنهوض بمشاركة المواطنات والمواطنين في الانتخابات الفصل الثاني عشر تؤسس جمعيات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية وتمارس أنشطتها بحرية في نطاق احترام الدستور والقانون لا يمكن حل هذه الجمعيات والمنظمات أو توقيفها من لدن السلطات العمومية إلا بمقتضى مقرر قضائي تساهم الجمعيات المهتمة بقضايا الشأن العام والمنظمات غير الحكومية في إطار الديمقراطية التشاركية في إعداد قرارات ومشاريع لدى المؤسسات المنتخبة والسلطات العمومية وكذا في تفعيلها وتقييمها وعلى هذه المؤسسات والسلطات أن تنظم هذه المشاركة طبقا لشروط وكيفيات يحددها القانون يجب أن يكون تنظيم الجمعيات والمنظمات غير الحكومية وتسييرها مطابقا للمبادئ الديمقراطية الفصل الثالث عشر تعمل السلطات العمومية على إحداث هيئات للتشاور قصد إشراك مختلف الفاعلين الاجتماعيين بإعداد السياسات العمومية وتفعيلها وتنفيذها وتقييمها الفصل الرابع عشر للمواطنات والمواطنين ضمن شروط وكيفيات يحددها قانون تنظيمي الحق في تقديم ملتمسات في مجال التشريع الفصل الخامس عشر للمواطنات والمواطنين الحق في تقديم عرائد إلى السلطات العمومية ويحدد قانون تنظيمي شروط وكيفيات ممارسة هذا الحق الفصل السادس عشر تعمل المملكة المغربية على حماية الحقوق والمصالح المشروعة للمواطنات والمواطنين المغاربة المقيمين في الخارج في إطار احترام القانون الدولي والقوانين الجاربها العمل في بلدان الاستقبال كما تحرص على الحفاظ على الوشائج الإنسانية معهم ولسيما التقافية منها وتعمل على تنميتها وصيانة هويتهم الوطنية تسهر الدولة على تقوية مساهمتهم في تنمية وطنهم المغرب وكذا على تمتين أواصر الصداقة والتعاون مع حكومات ومجتمعات البلدان المقيمين بها أو التي يعتبرون من مواطنيها الفصل السابع عشر يتمتع المغاربة المقيمون في الخارج بحقوق المواطنة كاملة بما فيها حق التصويت والترشيح في الانتخابات ويمكنهم تقديم ترشيحاتهم للانتخابات على مستوى اللوائح والدوائر الانتخابية المحلية والجهوية والوطنية ويحدد القانون المعايير الخاصة بالأهلية للانتخاب وحالات التنافي كما يحدد شروطة وكيفية الممارسة الفعلية لحق التصويت وحق الترشيح انطلاقا من بلدان الإقامة الفصل الثامن عشر تعمل السلطات العمومية على ضمان أوسع مشاركة ممكن للمغاربة المقيمين في الخارج في المؤسسات الاستشارية وهيئات الحكامة الجيدة التي يحدثها الدستور أو القانون ترجمة نانسي قنقر